بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي أصحاب الصف السادس معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية طلابي حتى نستفيد استفادة تامة وكاملة اتفقنا بأن هنا قوانين يجب علينا اتباعها من يستذكر هذه القوانين معي؟ أحسنتم مكان هادئ جلسة صحيحة أضع الجهاز اللابتوب أو الجهاز اللوحي أو الجوال أمامي حتى أشاهد الدرس ماذا أيضا؟ أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أيضا لا بد أن أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسنا بإذن الله لهذا اليوم هو عن إعداد العصير الهدف العام أن يدرك الطالب أو الطالبة كيفية إعداد العصير الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب أو الطالبة الأماكن الصحيحة لوضع الفاكهة للأنواع المختلفة للعصارات كيف يمكنني يا طلابي أن أقوم بإعداد العصير؟ كيف يمكنني أن أحول الفاكهة إلى عصير؟ باستخدام ماذا؟ آلات العصر الآلة الأولى المتواجدة أمامكم هنا مختصة بعصر الحمضيات أو ما يطلق عليه البرتقال أو حتى الليمون أيضا هنا آلة أخرى يطلق عليها الخلاط وهي مختصة بعصر الفواكه العديدة بأنواع أخرى مثل الموز، الفراولة، التفاح أي أنواع عديدة أيضا هذا شكل آخر من أشكال الماذا؟ الخلاطات أو أدوات العصر حسنا طلابي أود منكم الآن مشاهدة هذه الصور إذن أي الصور تدل على آدات مناسبة للعصر؟ لقد قمت بوضع علامة صح تحت الجهاز المناسب أين علامة الصح؟ هيا أين علامة الصح؟ وضعت هل تحت آلة العجن؟ المخصصة لعجن العجين؟ إعداد الخبز والكعك؟ أم تحت آلة إعداد القهوة؟ أم يتواجد هنا تحت آلة عصر العصير؟ أو تحت آلة إعداد العصير؟ بارك الله فيكم إذن ضع علامة صح تحت الجهاز المناسب لإعداد عصير طازج مكان وضع الفواكه في العصارة؟ إذن طلابي نشاهد هنا في الصورة آلة عصر البرتقال وتم وضع البرتقالة أعلى العصارة حتى يتم العصر سنشاهد الآن مع بعضنا البعض كيفية عصر البرتقال؟ لدينا هنا مشهد لكيفية عصر البرتقال؟ لدينا هذه الآلة نستخدمها لعصر البرتقال ولكن السؤال يقول أين نضع الفاكهة؟ أين نضع الفاكهة؟ في حال تواجد لدينا برتقال نقسمه من المنتصف إلى قسمان ونضع البرتقال يوجد آلات أخرى طلابي لا تعمل عن طريق الكهرباء فقط عن طريق اليد نقوم بالعصر هكذا بالضغط والدوران الضغط والدوران حتى يتكون العصير هنا بالكاس لكن لدينا هنا جهاز متقدم يعمل بالكهرباء وضعنا النصف الأول هنا والنصف الثاني هنا بعد ذلك نقوم بالإغلاق إذن هذا هو مكان وضع الفاكهة نعيد هذا هو الرأس نضع منتصف البرتقال هنا نقوم بالإغلاق بعد ذلك طلابي الآن سنقوم بإعداد العصير بإغلاق أو بالضغط على جهاز العصر واحد اثنان ثلاثة حسنا طلابي هكذا قمنا بإعداد عصير البرتقال هكذا طلابي قمنا بإعداد عصير البرتقال شاهدتم كيفية العصر وكيف نضع البرتقال عن طريق قسمه إلى نصفين ثم وضعه على رأس العصارة والضغط في هذه الآلة اليوم التي استخدمناها كانت آلة كهربائية تستخدم عن طريق الضغط قد يوجد شكل آخر للعصارات مثل الذي أشير إليه الآن وهو شكل يدوي فقط نقوم بالعصر باستخدام اليدين إذن هذه إحدى أشكال العصارات يوجد هنا لدينا شكل آخر للعصر هذا الشكل يطلق عليه أو هذه الأداة يطلق عليها الخلاط أين يمكننا وضع الفواكه في الخلاط أين يمكننا وضع الفواكه في الخلاط لكي يتم عصرها بارك الله فيكم هنا في الجزء العلوي للخلاط يتم إثقاط الفواكه أو قطع الفواكه بعد تقطيعها بعد ذلك الإغلاق بالغطاء العلوي بعد ذلك يتم تشغيل الكهرباء إذن أين يشير السهم أين يشير السهم لمكان وضع الفاكه في الأعلى حسنا يوجد لدينا شكل آخر من آلات العصر أين يا ترى يتم وضع الفاكه التي تم تقطيعها لكي يتم إعداد العصير أحسنتم أشار السهم إلى ماذا إلى الجزء العلوي من العصار عادة طلابية تم العصر عادة في أغلب الأجهزة يكون في الجزء أو الطرف العلوي للآلة نشاط رقم ثلاثة يقول صل بين الفواكه والمكان المخصص لبدء إعداد الفاكهة صل بين الفواكه والمكان المخصص لبدء إعداد عصير الفاكهة هيا كيف أبدأ بإعداد عصير الفاكهة أين المكان المخصص ذكرنا سابقا مكان في الأعلى أم في الأسفل من يتذكر؟ أحسنتم بالأعلى إذن يشير السهم إلى ماذا؟ إلى الفتحة العلوية لجهاز العصر إذن طلابي اتهينا من درسنا لهذا اليوم حتى يتم تعميم المهارة يجب على أولياء الأمور تعريف الطالب بالأماكن الصحيحة للعصر إحضار الأدوات المنزلية العديدة المختصة بعصر الفواكه إخبار الطالب بمكان وضع الفاكهة حتى يزيد من استقلالية الطالب زيادة ثقة بنفسه اعتماده على نفسه إذن لابد من تطبيق هذا الدرس بشكل عملي في المنزل عن طريق إحضار الآلات بشكل مادئ مباشر أمامه وإخباره بكيفية سواء عصر البرتقال أو عمل عصير مشكل في الخلاط عن طريق تقطيع الفاكهة ووضعها ماذا أو إسقاطها في الجزء العلوي للجهاز أما فيما يخص التوصيات لابد من المتابعة نقل الخبرات الأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا التركيز على رفع مستوى الدافعية وحل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس أيضا لابد من المراجعة الدورية عند انتهاء الحصة المدرسية في المنزل حتى يتم تثبيت الدرس في ذهن الطالب إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استوداتكم الله إلى اللقاء